يا لبا حضراتكم حرقة جديدة من رقم عشرة الدوري بيخلص يا جماعة بيخلص خلاص في فرق خلصت خلاص مبارياتها في الدوري والقال فضله مؤجلاته اللي هينهي بيها الدوري فضله أربع مباريات وإزا مالك بكرة آخر مباراة ليه في الدوري ويبقى حسم المركز الثالث رسمينه وحسم وخلاص عشان فيوتشر خلص مبارياته في المركز الرابع هبط الداخلية هبط حرس الحدود عفوا وهبط غزل المحلة وهبط أسوان في دراما قرواية كبيرة أمس مبارح كانت مباريات عجيبة غريبة حرس الحدود مبدئيا كده تحية لفريق حرس الحدود تحية للجهاز الفني في حرس الحدود ولاعبي حرس الحدود لهم لعبوا بشرف لعبوا بفير بلاي مبارح عملوا مباراة كبيرة جدا قدام غزل المحلة رغم أنه حرس الحدود خلاص كان ضمن الهبوط رسميا لعبوا وكذبوا المباراة وهبط غزل المحلة هبط أسوان أيضا في مباراة عجيبة غريبة بعد الخسارة من الداخلية عشان الداخلية يبقى في الدوري الممتاز أسوان وغزل المحلة تحديدا فيه علامات استفهام كبيرة على الاتنين وتحديدا إدارات الناديين غزل المحلة كان بادئ بشكل مميز جدا في الدوري جدا لو تفتكروا يعني البداية مع بابا فاسيليو كانت بداية مبهرة لغزل المحلة ونفس الأمر لما أسوان تحسنة مع بعد الكابتن ربيع ياسين وعمل مباريات كبيرة جدا مع الكابتن أيمن الرماضي غريب تتحسن بعض الوقت وما تكملش على نفس النسق ده يتلام عليه الإدارة اللي ما وفرتش اللي ما وفرتش مستحقات اللي ما وفرتش أنا فاكر الكابتن أيمن الرماضي دخل معي بكافهم دخلة وقال لي مش لقين فنادق أو مش لقين إقامة جيدة أو أو في تفاصيل كتيرة جماعة غير الفنية تتحملها دايما إدارات الاندية إدارات الاندية اللي ما تقدرش تدير نادي يقدر يكمل المسابقة كلها يبقى عندها مشكلة كبيرة جدا أنا لا أتحدث هنا عن أسماء أو أشخاص خالص بتكلم على الإدارة تبقى ماشي بشكل كويس ما قدرتش تمشي على نفس النسق بقى عندك أنت مشكلة خاصة غزل المحلة اللي عملت غيرات كتيرة في المديرين الفنيين رغم بداياته الجيدة جدا هارد لك طبعا غزل المحلة هارد لك لأسوان وقابليهم حرس الحدود فرصة تانية بإذن الله قريبة يرجعوا للدوري الممتاز مرة أخرى حزين طبعا على جميع الأسوان حزين جدا على جميع المحلة عندهم تعويض الموسم القادم بفريق بلدات المحلة اللي هيبقى موجود فيه الدوري الممتاز بارح الناس كلها أو معظم الناس هتتحدث عن فكرة أنه ناديين ليهم جماهير هبطوا للدوري الدرجة التانية احنا عايزين أندية جماهيرية بص أنا في القصة دي بطبيعة الحال كلنا نتعاطف معاي نادي ليه جماهير عشان تبتعاطف مع الجماهير نفسها أنه يبقوا مبسوطين وفرحانين وبيشجعه طبيعي بس أنا في الحاجات دي الشاطر المجتهد هو اللي يكمل معانا أنت مش شاطر أنت مش مجتهد مش هتعاطف معاك هتعاطف مع اللي شد حيله اللي حاول التعب عشان يفضل موجود في الدوري الممتاز أو ينافس في الدوري الممتاز وملحوظة مهمة بقيت واضحة خلاص لكل الناس ما بقيتش محتاجة بقى فكرة أنه نلعب بالقلب والروح والحماس والاسم والتاريخ والجماهير وخلاص خلصت اللي بيحكم إيه الحالة في الدوري محترفين اللي بيحكم معاك تكسب معاكش تخسر بتكلم على فلوس معاك فلوس هتكمل معاكش فلوس مش هتكمل وبالتالي درات الأندية الجماهيرية في مصر عشان تبقى موجودة بعدد أكبر في الدوري الممتاز ونفرح بيهم ونفرح بجماهيرهم وجماهيرهم يفرحوا بيهم ويبقوا مبسوطين لازم يبقى فيه استثمارات حقيقية لازم الإدارات دي تدور على موارد حقيقية متعدمتش أبدا على بس أو رعاية فيه تفاصيل كثيرة جدا لو انت عايز فعلا تلعب في دوري الدوري المصر الممتاز خلاص بقى دوري كبير هل فيه نادي في انجلترا ينفع يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومعهوش فلوس مستحيل هتقول يتركيوني بالدوري الإنجليزي لأ ما هو مع الفارق متوش هيب معاك الفلوس اللي مالف عنده الدوري الإنجليزي بسبب هي أنك انت بقى الدوري محترف فاللي هيبقى معاك الفلوس هو اللي هيكسب وهو اللي هيكمل إلا استثناءات طبعا إلا استثناءات يعني فيه أندية ما بتصرفش كتير فضلت في الدوري الممتاز فيه أندية بتصرف كتير ممكن تهبط عادي جدا بس دي استثناءات ما بقيتش القاعدة خلاص لازم استثمار وأتمنى أنا سمعت الكلام ده في آخر مؤتمر اللي كان فيه المؤتمر الرابطة مع شركة النيل السبونسور الجديد أو الراعي الجديد للدور اللي هيبقى باسم الدور النيل وكانوا بيتكلموا على فكرة إنه فيه مناقشات مع الدكتور أشرف الصبح وزير الشباب والرياضة على فكرة تفعيل ما هو موجود فعليا في قانون الرياضة بفكرة تخصيص شركات كرة القدم في الأندية عشان يبقى فيه استثمارات أكتر عشان يبقى فيه أندية جماهرية أكتر واضح إن احنا شغالين في الكصة دي ولازم نشتغل أسرع كمان فشيء جيد شيء جيد